ليلى عبداللطيف متنبئة لبنانية لمع نجمها في العام المنصرم عندما توقعت حدوث زلزال قهرمان مرعش الذي ضرب الأراضي التركية والسورية زلزال قوي بيضرب بعض الدول العربية بيؤدي للأسف شديد إلى سكوت بحايا ما بين قتله وجرحه ومفعودين مع حصول أضرار مردية جسيمة وبتحصل تدعية هذا الزلزال إلى حدود سوريا والتركيا ولكن كيف علمت ليلى عبداللطيف بحدوث هذه الكارثة؟ فهل حقا تمتلك حاسة سادسة كما تدعي؟ أو إن الزلزال التركي صنيعة منظمات سرية اعتمدت على مشروع الشفق القطبي هارب؟ ومشروع هارب هذا مشروع سري أمريكي تم إنشاؤه في المنشآت العسكرية في جاكونا ولاية ألاسكا ويحتوي على 180 هوائيا موزعة على مساحة 14 هكتارا تنبعث منها موجات لاسلكية عالية التردد تصل إلى الغلاف الجوي السفلي للأرض حيث يمكن أن يؤثر على سلوك الطقس والزلزال أو تغيير الغلاف الجوي المتأين للتسبب في كوارث طبيعية ولكن ديفيد هايسل أستاذ الهندسة في جامعة كورنل توماس آر بريكز أكد أنه ليس من الممكن نظريا لهارب أن يخلق زلزالا فهو مجرد جهاز إرسال لاسلكي أكبر من معظم أجهزة الإرسال اللاسلكية الأخرى فكيف توقع المنجمون حدوث الزلزال التركي؟ إليك الإجابة ففي عام 2017 أصدر رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور محمد العصيري دراسة تفيد بأن المنطقة الواقعة ما بين الأراضي التركية والسورية ستواجه زلزالا عنيفا بفعل الطاقة الكامنة المتجمعة في الأرض ومن المتوقع أن يكون ذلك في عام 2023 سيشهد العالم رحيل شخصية إيرانية بارزة وسنرى الشارع الإيراني يمتلئ بالحشود في مسيرة وضعية حاشدة وراء نعش الراحل الكبير وربما سنرى إعلان حالة الحداد العام في إيران بسبب هذا الحدث كان مدير مكتب الرئيس الإيراني غلام حسين إسماعيلي على متن إحدى المروحيات الثلاث في موكب الرئيس الإيراني وبحسب رواية إسماعيلي فإن الطقس كان صافيا عند الإقلاع ولم يكن هناك ما يدعو إلى القلق غير أنه بعد نصف ساعة أمر قائد المروحية الرئاسية المروحيات الثلاث بالارتفاع فوق منطقة من الغيوم وأكد أنه بعد تنفيذ الأمر ومن دون أن يشعر بأي اضطراب أدرك قائدنا فجأة أن المروحية التي كانت تقل الرئيس اختفت فنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها بتقترب من مرحلة الأسف 24-25 قام توقيف ما بعرف هي مرحلة الانفصال عن زوجة الممثل أحمد العوضي وبشكل مفاجئ يعني هو طبيعي أي اتنين بيتطلقوا بيتطلقوا في ساعتها وأكيد في قابليهم مشاكل صح؟ طبعا وأكيد في ناس حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد بلغ يعني أو قال ما هو؟ ده طبعا التبرير الوحيد لأنه بس هو ده آه هي بتنبئة دلوقتي بحاجة تانية حبيبتي مفيش حد بيعلم الغيب إلا ربنا طبعا طبعا ترجمة نانسي قنقر